وفي الحديث الذي حسنه الإمام أحمد وغيره يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فيحمل هذا العلم والمراد به العلم الشرعي العدول من الرجال والنساء قد يقول قائل رأينا من الفساق من يحمل العلم فما مصداقية هذا الخبر نقول الخبر ثابت ودلالته واضحة على أن ما يحمله الفساق ليس بعلم على أن ما يحمله الفساق ليس بعلم كما دلت عليه الآية وأيضا جاء في بعض الروايات اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وعلى هذا فالحديث فيه حث للعدول بحمل العلم وعدم ترك المجال للفساق أن يحمل شيئا من العلم ولو كان في الظاهر ما العلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء فالعلم الموروث هو العلم الشرعي الذي جاءت به النصوص وما عداه لا يدخل في النصوص في نصوص الكتاب والسنة والعلم هو الذي يورث الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فهذا هو العلم الحقيقي النافع الذي تترتب عليه آثاره وأما علوم الدنيا علوم الدنيا لا تدخل في النصوص التي جاءت بالحث على العلم ورفع شأنه وشأن حملته قد يكون طبيب ماهر أو مهندس بارع أو متخصص في أي علم من علوم الدنيا وإن سمي علم فإنه في حقيقته ليس بعلم ولذا قال الله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا نفع عنهم العلم لا يعلمون يعني علما حقيقيا لكن علوم الظاهر عندهم من علوم الظاهر ما عندهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولذا لو أوصي للعلماء أو لطلاب العلم بوصايا وأوقاف فإنها لا تصرف إلا لطلبة العلم الشرعي وعلماء العلم الشرعي هذا هو العلم الحقيقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر